أكدت مصادر مطلعان فعاليات منتدى شباب العالم التي ستنطلق خلال الفترة من الثالث وحتى السادس من نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ لا تكلف خزينة الدولة مليما واحدا وأضافت أن المنتدى يساعد في الترويج السياحي لشرم الشيخ بشكل خاص ومصر بشكل عام ويعوض عن ميزانيات التسويق السياحية وأضحت المصادر أن الأموال المخصصة للمنتدى من قبل الرعاة والشركاء والقطاع الخاص كانت توجه قبل ذلك في أوجه أخرى أقل فائدة لكنها توجه حاليا لرعاية الشباب